اشتركوا في القناة يعني يبدو انه يعني محتاج حد يتكلم معا شوية فكرة الديكتاتور دي مش هتنفع ومش هتاكل معانا كتير وممكن يكون هو اول المتضررين منها الحقيقة فيه افتكاسات كده بتحصل في الكورة مش ملهاش لا مبرر ولا منطق ولا حد بيفهمها وبتأثر على شكل المنتخب يا جماعة وارجو من كابتن واقي الجمعة وكابتن دي السيد وكابتن محمد شوقي يعني يبزلوا مجهود مع الراجل شوية لان الراجل محتاج يسمع محتاج يكون فيه صوت معا صوت عائل داخل المنتخب عنده خبرة باللعيبة المصرية عنده خبرة بالتركيبة المصرية وبالذات شوقي وجمعة انتوا يعني اتنين من اكبر النجوم وكتوا يعني جيل يعني حطوا نفسكم كده مكان الجمهور وبصوا كده بعين اللعيبة اللي كانت في الملعب اللي جابت لنا ثلاث بطولات افريقيا وارا بعد وبصوا كده لشكل منتخب مصر اعتقد ان انتوا شخصيا مش هتكونوا راضين فمحتاجين شوية نبزل مجهود مع الراجل لان ما عندناش وقت كتير كمان نجرب يعني احنا الجمهور تقريبا تقدر تقول كده صبروا نفد لا مصري نافع ولا اجنابي نافع نلعب يمين نلعب شمال نجيب كوبر نجيب جيري نجيب برادلي نجيب مش عارف مين الدنيا مش مش يا ليه معين الولاد الحقيقة امكانياتهم كويسة جدا وعلى مستوى الاندية وعلى مستوى المحترفين عندنا لعبة في مصر يعني تمثل الكرة المصرية بتهال انتم اتفقين معايا افضل من كده بكتير هروح